بالمال برلمان أصحاب الشكارة يقدر يدير حتى العشرين عهداء ما دام الشكارة كينا أنا معاك المبرر بذلك هل لم يكن هذا القانون وهذا القرار هو وضع حد لهؤلاء هو هذا هو المبرر واللي جاء به المبرر إنذاك هالمبرر وضع حد لجماع المال فاسد ودخولهم في هذه القبعة بورفتيه الأولى وصفلة المزأمهم الشعب الشوطاني ولكن خليني نقول هذا مبرر ظرفي عندما تكون انتخابات حقيقية ونزهة والقانون يخذ مزرح ملفسات عليه يروح في مؤسسات يمكن القانون يتبعه ولكن كايش كارة تقدر تغلب بالقانون والقارر والسلطة والعادلة وأين هي السلطة القضائية أين السلطة الضبط كانت هناك سلطة قضائية وكانت هناك سلطة الضبط وكانت سلطة رقبية هاي كانت تعلم ونا نعلم كانت هيكل ما نقولش بذو الروح تمشي بالتعليمات هل يجب أن تكون عننا صراحة وعننا جراءة قلتها في وقتها سيد الله قلتها وعلى بقبليه قلتها أنت كنت حاضر وقلتها داخل مؤسسات أنا من ديش تاريش قلتش في الفيسبوك في التريك قلتها داخل مؤسسات لأني أتحمل مسؤوليتي لأني كنت نائب نابع من إرادة شعبية وتحملت مسؤوليتي أمام تاريخ عظم الله لأن العباد الله ولائل وطني وانت على بالك شي هذا وليأني أنت كنت حاضر عيان وكنت من ضحايا أنك تقول حقيقة أين ذاك وانا كنت شاهد عيان قلت أن الإطارات القريين هم أسباب المشاكل في الحكومة نقول لك على منين نجيبوا الإطارات إيدا ما قلت حك وش قلت قلت إلا كان ما كانش مناظل ما كانش في عالم السياسة ما ناظلش وتجيبوا من الجامعة وتعطينوا منصب نوعي في الحكومة خطأ نقول لك على لأنه تنظير داخل الجامعة وانا كنت مستار جامعي وما زادت مستار جامعي اي واني مسؤوليتي لهم إلا ما كنت مناظل هقدر حدير موظف سياسي وحنا بحاجة إلى مناظلين سياسيا لأنه ليعرف يخطم الشعب يعرف همم الشعب ما يعرفش غير للجامعة عند الاربعتاش نوازير سياسي مناظل سياسي متواجد في السجن يا سيدنا من عثماني خلينا ذاك ظرف حال الشادة ليقاس عليها لا شادة ذاك لا يقاس عليها لا يقاس عليها وماذا قدمت لنا شادة يقاس عليها شادة يقاس عليها عفوا ماذا قدمت لنا الحكومات السياسية على مدار عقود خلوا المناظلين يخرجوا ممثلين الحقيقيين ورح تشوف المناظل السياسي رح تشوف المناظل لأنه كان مناظل لا كان ناس بلال كما كان صحفيين محترفين حقيقيين